اهلا بكم اذا كانت هذه زيارتك الولى للقناة فالمرجو اذا عجبك المحتوى الضغط على زر لايك ثم الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد واذا كنت من متابعين الاوفياء فشكرا لك في هذا المقطع ستحدث عن ما يخبرنا به لون البول في اجسامنا حدثا ما يكون البول هو اصفر بلون التبن اذا كان البول صافيا فهذا يعني انكم تشربون الكثير من المياه اذا كان اصفر فاقع فانتم مصابون بالجفاف وعليكم شرب المزيد من المياه او انه يدل على وجود الكيطونات في البول اذا كان قاتما فعلى الارجح انكم تعانون من حص الكولى او حص المرارة او التهاب المسالك البولية اذا كان البول رغويا وهذا بالطبع ليس لونا يدل على وجود البروتين في البول وهذا معناه ان البروتين يتصرب من الكولى دون ان تتم تصفيته اي ان هناك قصورا كلويا اذا كان اصفر فلوريا فوسفوري فانتم تأخذون الفيتامين بي بصيغته الصناعية وجسمكم يحاول طرحه اذا كان البول احمر او بلون الصدق فقد يكون سببه الدم او الشمندر او حبات التوت التي تتناولونها اما اذا كان سببه الدم فهذا يعني وجود حصة في الكولى او التهاب المسالك البولية او مشكلة في البروستات او لنفترض ان لكم خدتم سباق جري للتو فهذا قد تسبب في بعض الاحتكاك خصوصا عند وجود حصة في الكولى وحتى ان لم يكن هناك وجود حصة فمن الممكن خروج بعض الدم مع البول اذا كان لون البول برتقاليا فهذا يعني ان لكم تعانون مشكلة في الكبد او في المرارة خصوصا في حالة ما اذا كان للبراز بعض اللون اذا كان لون البول ذاكنا جدا فقد يعزى الى تعاطي مضاد حيوي يدعى فلاجل او يعزى الى اخذ عشبة كاسكارا وهي عشبة ملينة او محلة السوربتول اذا كان للبول لون ازلق فهو يعني على الارجح الايفراط في تناول الكالسيوم اي هناك الكثير من الكالسيوم في الدم وقد يحصل هذا جراء اخذ الكثير من فيتامين دي اذا كان بنيا داكنا فالامر على الارجح يتعلق بالمضاد الحيوي فلاجل او اصابة في عضلة ما بعد التمرين شاق او انه قصور كلوي او يعني تناول الكثير من الفاصلية او تناول عشبة الراوند حسنا هذا كل شيء اشكركم على المشاهدة اشتركوا في القناة